في معظم الأسواق الشابية والمحلات التجارية التي زرناها في الجزائر العاصمة لاحظنا عدم تثبيت لوحة السعر فوق مختلف المنتوجات المعروضة للبيع ولما اقتربنا من التجار لنسألهم عن سبب عدم التشهير بالأسعار رفض معظمهم الإجابة أمام الكاميرا وآخرون سارعوا لكتابة الأثمان في لوحاتهم التي كانت مخبأة في ركن محلاتهم أما الباقي أرجع السبب لعدم إيجاد الوقت الكافي لكتابتها أبدى المواطنون رغبتهم الشديدة لتمتع بحقهم المتمثل في رؤية السعر على جميع سلع وبذلك يختارون ما يناسب إمكانياتهم المادية أوجب القانون على التاجر أن يشهر بالأسعار وفرض عقوبات على من لا يلتزم بالتطبيق عدم إشهار الأسعار والتعريفات أثناء بيع السلع أو الخدمات هي مخالفة مصوص عليها في القانون القانون المتعلق بممارسات تجارية يقول القانون 0402 هذا القانون كيف مخالفة عدم إشهار الأسعار وعطها عقوبة العقوبة هي عبارة عن غرامة مالية تتراوح بين 5 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري تمثل مخالفة الإشهار بالأسعار 23.6% من مجمل مخالفات المعاملات الاقتصادية التي سجلتها مصالح المراقبة التي وجدت صعوبة في تنفيذ مهمتها في هذا الشأن الذي يستلزم رقبة ذاتية للبائعين نحن نسعى دائما لمحاربة هذه الظاهرة لكن للأسف تبقى دائما ظاهرة لأن عملية الرقبة نحن مستحيل أن نكون دائما موجودين على مدار 24 ساعة ومدار 12 ساعة أو 18 ساعة لأن تدخلاتنا تكون في وقت محدد حتى بطريقة تكون بطريقة فوجائية لكن للأسف الأول يقدرون أن يحكموها جمعها بيعني عوان الرقبة وهو غير مشهر لأسعاره أو غير ناشر لأسعاره لكن بمجرد أن يدخل فرقة الرقبة للسوق كل التجار يقوم بإشهر الأسعار أما عن المتعاملين المصرين على عدم الإنسياع للقانون قامت مصالح الرقبة بإجراءات أكثر سرامة لمعاقبتهم وحي لا نرفضوا هناك تمادي وحال تعود يعني ريسيديف يبقى التاجر يمارس في هذه المخالفة هناك إجراءات أكثر سرامة تؤدي حتى الغلق الإداري وهناك عمليات غلق إداري تم يعني القيام بها بسبب هذه المخالفة يعني عدد كبير من عملية الغلق تجاوز ألف عملية محل تجاري تم إغلاقها غلقها خلال السنة الفارطة بسبب هذه المخالفة والسولة هذا اللي فات غلقنا أكثر من 150 محل تجاري بسبب التعنت في الممارسة يعني هذه المخالفة أو القيام بهذه المخالفة اللي هي عدم إشهار الأسعار والتعريفات عند البيع مسؤولية محاربة هذه الظاهرة لا تقع فقط على أعوان الرقبة بل يشارك فيها المواطن أيضا التشهير بالأسعار اللي هي حق من حقوق المستهلك ويجب أن لا يعني يسمح فيها وأن يكتسبها كيف؟ أولا بعدم اقتناء البطائع والخدمات من عنتاج لا يشاهر أسعاره ثانيا بالتبليغ أعوان الرقبة بأن هذا المحل أو هذا الذي يقدم الخدمة لا يشاهر أسعاره الإشهار بالأسعار حق كفله القانون فيجب أن يتمتع المواطن بهذا الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر